قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله ما زال حديثنا موصولًا بفضل الله جل وعلا حول إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم حول الميزان الأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه أيها الأحبة إن من أعظم الغايات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي إتمام مكارم الأخلاق نعم كان هناك من الأخلاق الحميدة ومن بقايا ملة إبراهيم كان موجودا في جزيرة العرب فبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم به الملة العوجاء وليتمم به مكارم الأخلاق فهو الذي قال صلوات الله وتسليماته عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الأخلاق بل وأنا أقول والله لقد تجسدت مكارم الأخلاق في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما علم أبدا أن واحدا من أعبائه أو من خصومه دخل يوما من هذه الثغرة لم يعلم ذلك أبدا بل حتى الأعداء وحتى الخصوم كانوا يشهدون له صلوات ربي وتسليماته عليه بحسن الخلق وبصدق الحديث وبأداء الأمانة إلى أصحابها على أكمل وجه فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر في مكارم الأخلاق مهما كنت مقصرا مهما كان عندك بعض الخلل في قضية الأخلاق فيلزم عليك أن تضع أخلاقك في هذا الميزان في هذا الميزان الأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تتمسك بأخلاقه صلوات الله وتسليماته عليه قدر الإمكان فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الأخلاق نعم ودينه يهدي إلى مكارم الأخلاق ولن ترى عبادة ولا سنة سنها لنا رسول الله إلا وتهدي إلى مكارم الأخلاق لذا أقول أيها الأحبة واسمعوا هذا جيدا إذا رأيت واحدا سيء الخلق فاعلم أن ما في دينه خلل إذا رأيت واحدا سيء الخلق فاعلم أن ما في دينه خلل لأنه ما من طاعة وما من عبادة إلا تزكي صاحبها وإلا تهدي صاحبها إلى مكارم الأخلاق لذا تقول أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها تقول ما رأيت قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنا صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثني على زوجها وتقول ما رأيت قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من؟ هي زوجته وحبيبته وكان صلى الله عليه وسلم يدافع عنها كثيرا وكان صلى الله عليه وسلم يحتويها ويمسح دمعها ويطيب خاطرها فكانت أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها تثني على زوجها بما ترى من لطفه ومن أنسه ومن رحمته مع زوجته وكما قلت قبل ذلك أن أعلم الناس بالرجل وأن أعرف الناس بحقيقة الرجل إنما هي زوجته وإنما هي مرأته كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله لا تظهر أخلاق الرجال إلا مع نسائهم وأولى الناس باللطف والكلمة الطيبة والعشرة بالمعروف إنما هي الزوجة لذا أثنت أمنا صفية رضي الله عنها بذلك وحق لها أن تثني عليه بذلك فهو الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وهذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس فيما رواه البخاري وغيره خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لما هاجر نبينا من مكة إلى المدينة أقام نبينا في المدينة عشر سنين فقدمته أمه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أنس بن مالك رضي الله عنه ملازما رسول الله في حله وترحاله يقول أنس ويا له من شرف حظي به أنس بن مالك رضي الله عنه وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه واصفا لنا أخلاق حبيبنا ونبينا محمد استمعنا أولا إلى بعض الثناءات من زوجات رسول الله من أمهات المؤمنين رضي الله عنه ونستمع الآن إلى خادمه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وطبيعة الخادم أنه ربما يلقى شيئا من التعنيف ربما يلقى شيئا من التبكيت ربما يلقى شيئا من الإهانة هذا في زماننا وهذا في أيامنا تعالوا بنا سويا أن ننظر إلى الخادم كيف كان في بيت رسول الله هل كان الخادم يهان هل كان الخادم يعذب هل كان الخادم يضرب تعالوا بنا فلنستمع إلى ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس خدمت رسول الله عشر سنين تفهم من ذلك أن أنس بن مالك ظل ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة النبوية المباركة إلى أن مات حبيبنا وانتقل إلى الرفيق الأعلى يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أفا قط لم يقل لي مرة أف وكلمة أف هي أقل درجات التنكير وأقل درجات الاعتراض كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف لأنه لا يوجد أي شيء أقل من كلمة أف أف يقول أنس ما قال لي أفا قط لم يتأفف رسول الله من أنس بن مالك يوما أبدا يقول أنس وما قال لشيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء لم أفعله ألا تفعله يقول أنس وكان رسول الله أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله أحسن الناس خلقا ألم أقل لكم أيها الأحبة بأن جزيرة العرب ما دانت له صلوات الله وتسليماته عليه إلا بحسن خلقه يقول أبو هريرة رضي الله عنه قيل له يوما يا رسول الله أفلا تدعو على المشركين ادعو على الكافرين ادعو على المشركين ادعو الله أن يهلكهم ادعو الله أن يطهر الأرض منهم ماذا قال حبيبنا ونبينا قاله إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وتسليماته عليه سامح الله الوقت كنت أود أن أفصل وأن أتكلم أكثر من ذلك في هذا الباب لكن بمشيئة الله يتمم في اللقاءات القادمة انقدر الله لنا اللقاء والبقاء شكر الله لكم إخواني الكرام وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر